بسم الله الرحمن الرحيم وقالتكم مشاهدين الكرام بالخير والأنوار والعافية ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالقلب الأحمر حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات تناكش أهم التحولات والتغيرات المفصلية والتحولية تحدث في العالم المحيط بالجمهورية اليمنية وبالأزمة اليمنية على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وقلنا في الحلقات السابقة بأن هذه التحولات وهذه التغيرات تأتي في ظل انكشاف كبير جدا على هذه التحولات سواء في البعد الإقليمي أو الدولي وبأن هذه التحولات تحمل عمق كبير جدا تجعل منها تحولات مفصلية تؤثر سلبا وإيجابا وبكافة التأثيرات على كافة الملفات السياسية القائمة ولا سيما من ملف الأزمة اليمنية. وتحدثنا من باب أو من زاوية فهم ما يدور. فهم هذا القارب أو هذا الوطن الذي في هذا البحر. فهم هذا العواصف وهذا المواجه الهائلة التي تحدث في ذلك المتأثيرات المحيطة. تحدثنا في حلقة الماضية أيضا عن الدور أو أن 2021 أو هذا العام الذي جاء بعد 2020 أو عام الفيروس أو عام كورونا بأنه أتى بجملة من التحولات والخطوات والتوجهات التي تؤكد بأن بنية النظام الدولي تتجه نحو صراعات في القمة بين القوى الحاكمة مثلت من المتحدة الأمريكية والقوى الصاعدة والقوى الموجودة أو العائدة يعني سواء كانت القوى الحاكمة الولايات المتحدة الأمريكية أو القوى الصاعدة الصين التنين الاقتصادي الهائل بين قوى الصين الاقتصادي وأيضا القوى العائدة التي هي روسيا. فعندما تحدثنا في الحلقة الماضية ركزنا بالضوء على موضوع الولايات المتحدة الأمريكية والصين أو مبعاد الصين في هذه الحلقة سنناقش وهي الحلقة قبل شهر رمضان دستاذة تخصص في شهر رمضان حلقة في الجانب الفكري وحقاية اليمن لكن في هذه الحلقة سنناقش الموضوع حول روسيا القوى العائدة والقوى التي رممت نفسها بالفترة الأخيرة روسيا أو الصراع الأمريكي يعني هناك جملة ما سيحدث في العام 2021 هو سياسات أممية تعمل على عادة ترتيب العالم نحو اتجاه منصة إدارة جماعية لهذا العالم للنظام العالمي أو النظام الدولي بصورة كاملة وهذه السياسات الأممية هي السياسات الصراعية كما وضعناها هي سياسات الصدامية وتنافسية في غرض الوصول إلى هذه المنصة وقد أمريكية عاكم كورونا ووصلت إلى دولة ضعيفة أمام الكساد الاقتصادي المحتمل لعدم قدرتها على يجد أي صراع قوي ووصل بايدن غير مجرى والتجاهات للتحدة الأمريكية ولكنه لم يغير الواقع الاقتصادي السيء وبالتالي هناك تفهمات بأن الصين سيكون لها دور عالمي وأيضا هناك تفهمات أيضا بأن روسيا تلعب دور عالمي أيضا وفي ظل هذه التوازنات الجديدة في النظام الدولي هناك استحقاكات تحدث حاليا ولكن هناك أيضا نظور صراع كبيرة النظور الصراع هذا جعلتنا نتحدث عن ما هي التوجهات ما بين الولايات الأمريكية والصين العملاكين والاقتصادين وأيضا القوة السياسية والعسكرية الهائلة روسيا اليوم ما يحدث حاليا بايدن جاء يتحدث عن تحوارات يعني جاء مقلوب ترامب وجاء يتحدث بسياسة مغايرة تماما لترامب ويعاكسه في كل الأمور ولكن يتحدث عن تقارب أو تفاهمات مع الصين ومع إيران وصراع وتحدي وبأن الخطر الأكبر على عكس ترامب هو روسيا وليس الصين في هذا التوجه الجديد هناك مؤشرات خطيرة روسيا العائدة أو العائدة تتحدث عن دولة لها مقومات الدولة العالمية أو الدولة الرائدة أو الدولة الكيادية في العالم لها دولة كبيرة إذا ناكشنا بصورة سريعة عن مصفوفة عدينها حول روسيا فروسيا تمتلك كافة المقومات الذاتية للقيادة العالم سواء القوة العسكرية أو الاقتصادية أو التكنولوجية التي تؤهلها لهذه الممارسة هذا الدور أيضا ما تمتلكهم الممارسة الطبيعية لديها ثروات هائلة الدور الأكبر في العالم من حيث امتلاك الثروات والأسيما للقطاع الطاقوي أو القطاع الطاقة النفط والغاز والفحم والتكنولوجيا والأيد العاملة عندما نتحدث عنها القطاع الطاقوي تمتلك احتياطات تفوق ما تمتلك الهدوات الأمريكية بضعاف كبيرة وهذه القوة الطاقوية هو عصب القوة الاقتصادية وهو أساس وشريان الطاقة الصناعية وبالتالي روسيا خطر دائم وكائل أكثر من الصين الصين تعاني من عوز كبير جدا في موضوع الطاقة وبالتالي هي تهدد البلدات الأمريكية بقوتها وهيمنتها الاقتصادية التجارية لكن القوة كقوة أساسية مستقلة هي الصين بوتين أو عاكب بعد العام 2000 أو بداية الألفية الثالثة الميلادية بدأ الروسيا الوريثة للتحاد السبيل تستعيد قوتها وهناك تحولات كبيرة جدا على الجانب العسكري والاقتصادي والسياسي روسيا كجيش تمتلك الجيش أكبر بيوش العالم من ناحية البرية وثاني جيش من ناحية الكلية بعد الجيش الوريثة الأمريكية ولكن التبايينات حول الفروق بين الجيش الروسي والجيش الأمريكي ليست هي المعيار لأن هناك تبايينات نوعية وهناك تبايينات كمية لكن هناك جيش جبار وهناك دولة تمتلك التفوق التكنولوجي دولة تمتلك أليات التصنيع والطلب وتوفير السلاح في العالم دولة تمتلك اليد الطولة في كل جيوش العالم بحكم أنها هي التي تمد أغلب جيوش العالم بكافة السلاح الخفيف والعملي والأرخص كل هذا يعني لها دولة لها علاقات ولها قدم في كل نظام سياسي هذه النقطة غير طبيعية يعني دولة تمتلك هناك تفوق مثلا في جانب الروس النووية في الأقمر الصناعية في قوات البرية في الغواصات هناك المؤشرات تؤكد بأن القطاع التكنولوجي العسكري الروسي ليس بالسهل يعني هناك تفوقات نوعية تقنية في السلاح وهذا جانب قد يعصف بالتفوقات الكمية التي على الجانب الكوي أو الجانب الأخرى هذا أيضا جانب الجانب الاقتصادي هناك أيضا كما قلنا يعني بوتن يطلق عليه كيسر الروسيا يعني بعد العام 2000 هناك تحولات كبيرة جدا تم في عهد بوتن محاربة الفساد والفساد السياسي وهذا المستقرار وإنهاء طواغيط المال الذي كانوا مسيطرين بعد حكمة الاتحاد السوفيتي سددت كافة ديونها هناك عودة كبيرة للروسيا وارتفاع الاحتياط النقدي إلى تروليون دولار سددت ديون أيضا نقطة مهمة جدا روسيا تعتبر المصدر الرئيسي للغاز والطاقة في أوروبا وهذا يتجع الأوروبا في حالة ارتهان جزئي ومستمر ودائم لروسيا الاقتصاد الروسي اقتصاد كوي في بنيةه الفعلية وفي كوناته وليس مجرد على الاقتصاد الامبراطوري أو الاقتصاد الخدمي لا هناك اقتصاد يمتلك موارده الطبيعية من الأرض أهم سواق السلاح كل هذا يجعلها لكن اجمالا في ظل هذه المصدفات هناك من يقول بأن الودة الأمريكية لازالت تحمل التفوق وهذا التفوق واضح هناك تفوق واضح لكن ليس التفوق الكبير لكن ماذا سيحدث هناك مؤشرات خطيرة لأن هناك توجه صراعي كبير جدا هناك استباق بما أن بايدن أعلن بأنه يتجه نحو أن الخطر الروسي يعرف لماذا يقول هو الخطر الروسي يقول الخطر الروسي بحكم كما ذكرنا التوجهات السياسية الروسية الجديدة نضع أوكرانيا في نقطة ونضع أيضا القطب الشمالي الذي أصبح أكثر ذوبانا مع حالة الاحتباس أو تحول المناخ العالمية والبيئة أصبح أكثر مجالا للاستكشاف والاستيطان وما لذلك القطب الشمالي وما أدرك من القطب الشمالي هالتوجهات أيضا والتي تمتلك الروسيا بأكثر من 58% من مساحته أو الجرفة القاري في القطب الشمالي هذه النقطة الأولى أوكرانيا تحدثنا عنها في الحلقة الماضية ولكن القطب الشمالي هذا المؤشرات أو التي توجد فيه روسيا منذ عشرات السنين ومؤخرا بدأت فيه دراساته واستكشافاته والتنقيب فيه ولا سيامع كما أساهم الاحتباس الحراري بدوبان كميات كبيرة جدا من ذلك القطب يعني يختلف على القطب الجنوبي من أنه يستطيع أن تعيش فيه تستطيع أن تعيش فيه كجماعات ليس للسكن لكن كدول أيضا هذه الأراضي تسيطر عليها فعليا وعمليا وتاريخيا روسيا وهو قطب لا نعرف خريطته كمان شاهد في هذه اللحظة غير معتادة لنا وهذه الصورة للأرض وكمته من ناحية الشمالية دولة محدة والقارة القطبية الشمالية تحدد من عدة دول من الأمريكية من خلال ألاسكا وكندا والنرويج والدينمارك وهي دول كلها تمتلك حصص أصغر من حصة الروس وهناك التفاعلات وأشياء دولية وما لذلك المؤشرات تؤكد بأن هذا القارة الشمالية تمتلك أو تحمل في باطن أراضيها ربع احتياط النفط في العالم وأكثر من 33% من احتياط الغاز في العالم وهذه الاستكشافات واضحة روسيا تبني القواعد الفترة الأخيرة فيها وتنتشر فيها وهي بصدد حاليا بصدد حاليا طالبة الأمم المتحدة بإضافة أو الاعتراف بجرفها القارة الجديدة اللي هو بحجم مساحة فرنسا وإيطاليا تقريباً مليون وسبعمائة كيلو متر مربع وشو هذا لوحظ المنطقة الأخيرة ولاسية منذ عام 2015 بأن هناك اهتمام روسي جداً في هذه المنطقة وأن هناك باعثات استكشاف تحت إشراف الرئيس الروسي بوتن هناك بناء قاعدة علمية وبناء وانتشار الوحدات العسكرية روسية في المنطقة أيضاً هناك عرض عسكري أشرف علي بوتن وأن هناك توجهات واضحة جداً يعني هناك عرض عسكري في العام 2017 في المنطقة بصورة كبيرة جداً تم تزويد المنطقة بمعدات وبحث وتنقيب ومقرات علمية أيضاً انتشار كبير جداً عسكري كل بالاستعراض العسكري هذا اللي في 2018 في 2020 أصدرت الأصدر الرئيس الروسي بوتن بأن هناك استراتيجية تطوير منطقة تطوير كل هذا يجعل روسيا أمام فتح يعني أريد أن أقول لكم في السياسة الدولية عبر التاريخ في الحضارات كلها عندما تتوسع الدول تتوسع عن طريق الأراضي المستكشفة ولا سيمة في التاريخ لم يكن العالم في ظل كواعد العولمة حالياً عندما تأصبحت الطيران لا كانت دراع الإنسانية كصيرة وكان هناك صحاري وأماكن وغابات وأماكن ساحلية وجزر في قلب المحيطات لم تكن كانت عبارة عن مشاع كما هو الآن القطبة الشمالي مشاع إلى حداً ما لكن كان هناك فتوحات فروسيا الآن أمام فتوحات من الأصور القديمة ولكن في منطقة معينة قد تجلب ربع ثروة العالم لهذه الدولة وفي حال ما استفادت روسيا من هذه المنطقة وهو على الأرجح موجود فهناك تحولات كبيرة في موازين القوى لصالح الطرف الروسي إذن نحن نشاهد تحولات في العالم بعضها طبيعية وبعضها سياسية كمسانات الأوكرانية الولايات العداد الأمريكية بدأت تتحدث أو ودأت الأصوات والصحف الأمريكية فيما آخر تتحدث عن ضرورة عرقلة الانتشار الروسي في القطبة الشمالي وبدأت تجتمي مع دول كنرويج وإسلندا ودنمارك وكندا ترفع كدعاوي الانتشار معين روسي في القطبة الشمالي بمحالة وعركلة الموضوع هذا لكن سياسة القوى هي من ستحكم سواء تمنح روسيا حق المرأم لا ولكن روسيا أمام تفوق اقتصادي وموردي غير طبيعي وأمام انتشار يسبق بكثير جدا انتشار الأمريكية في دراس القطبة النقطة المشروع الأسيا الأسيا الأوروبي الذي تعتمد روسيا والتي بخلالها تهي من الدولة الروسية على التحدي الأوروبي بدرجة كبيرة وهناك مشروع السيل الشمالي الذي تم صادقته من ألمانيا ومن فرنسا هذا كله يجعل التحدي الأوروبي في لحظة تعاون مع روسيا كل هذا سيؤكد ان هناك تحولات كبيرة جدا حتى على مستوى النفوذ الأمريكي في الاتحاد الأوروبي أو النفوذ الروسي على الاتحاد الأوروبي وهذا نقطة أيضا في معادلة التحالفات العالمية هناك من يحلل بأن الذهاب إلى أوكرانيا أوكرانيا الوضع مترتب إليه والعلاكات الأمريكية الروسية حاليا في قمتها يعني بوتين غاضب جدا لو نلاحظ ماذا تقول المؤشرات تقول بأن هناك غضب روسي كبير وأن بوتين غاضب جدا وكالة الأنباء الروسية تتحدث عن الأزمة مع أوكرانيا وتقول بأن الجيش الروسي سيقوم بحماية كافة المواطنين الروس الذين متواجدين في الشرق أوكرانيا مهما كان الثمن بهذه النقطة أيضا لفروف صرح هذا الأسبوع أو منذ يومين تقريبا قال بأن روسيا سترد على أي خطوات غير ودية من الوضع الأمريكية التي لا تتمتع بأي ثقة مع حلفاء بهذا النص قال وبأن علينا الاستعداد لأسوأ الاحتمالات بسبب سياسة واشنطن المعادية إذن هناك تصريح غير طبيعي من المرزيل الخارجي الروسي أمين مجلس الأمن القومي الروسي تحدث بصورة واضحة وقال بأن علاقتنا مع علاقة المتحدة الأمريكية في أسوأ حالتها من نهاية الحرب الباردة العالمية الباردة وبالتالي هناك توتر واضح على الصعيد الأمريكي الروسي بايدن بدأ الحقبة أو حقبة الرئاسية بوصف بوتين بالشخص القاتل وهو نوع من القذفة المباشرة الشديدة بالمقابل كان الرد من بوتين رد بنوع من الصخرية المهينة والحساسة في هذا النقطة فإذا العالم أو النظام الدولي الذي حولنا يتغير في ضد ترتيبات أيضا القوى الأكليمية التي تشاهد الصراع وتفهم يعني لم يعد العالم يسير وفق مدارك النظام السياسي الدولي القديم وهناك الجميع التحول فهناك الرئيس الروسيا وروسيا حشدت تمانية وعشرين كتيبة بمعدل ثلاثين ألف جندي على الحدود ويتم تصويرهم على الحدود مع شرق أوكرانيا وشرق أوكرانيا تحت إدارة مجاميع روسية لتحدث الروسية ولديهم السيطرة الأكبر فقضية ابتلاع شرق أوكرانيا قضية ليست صعبة والصراع بين أمريكا وروسيا في ظل الدول الخمسة لا تلقت فيها مباغذات يعني إذا عدنا للتاريخ السياسي روسيا دخلت إلى جورجيا في عام الفين وخمس ثمانيا اكتاحتها في ظرف ساعات وإلى اليوم لم تقوم البلدقة الأمريكية بحماية جورجيا ولم تقوم حتى بضم جورجيا إلى حلف الناتو أو الأطلسي وحتى أوكرانيا حتى اللحظة رغم أنها قد خسرتها روسيا في الفين وربعة عشر في ظل ثورة ربيع عربي تمت ما زالنا نذكرها جميعا فالصراعات قوية جدا ما بين القطب الأمريكي وبين القطب الروسي التحولات كبيرة والصراع أو التفاعلات الصينية الأمريكية الروسية صراعات ستعمل على إعادة ترتيب الأكاليم ونفوذ الأكاليم بما يعيد أو يولد منصة إدارة جماعية للعالم في ملف الأزمة اليمنية نقع تحت أو نقع تحت الأكاليم أو الأنظمة الأقليمية الأقليم للشركة الأوسط هو الأقليم الأكثر حساسي لأنه سيتم فيه حسم كما ذكرنا في الحلقات الماضية النبوذ الاتفاقية الإيرانية الصينية التي تمت أوجدت قدم صينية عسكرية في قلب الخليج العربي بالإضافة إلى قاعدة الجبوتي وبالتالي هناك تحولات كبيرة على مستوى المنطقة هناك اضطرابات كبيرة التلاعب الغير طبيعي هناك هوس في التلاعب وكل التفاعلات في ظل فرض واقع يديد يكف أمام توازنة القوى المرعبة التي بدأت في 2021 صانع القرار الوطني واليمني وهو القوى التي نتحدث عليها باسم المؤتمر أو باسم الوطنين عليهم أن يدركوا تماما بأن اللعبة التي أضرت باليمن منذ 2011 والارتهان للخارج والعملاء وما لذلك لن يستطيع أن يقاوموا هذه الموجات الكبيرة وأنه وحان الوقت إلى يجي التجار يبحث عن الوحدة الوطنية والسيادة وسلامة الملاحة البحرية وما إلى ذلك هذه النقطة هامة جدا بما يخص الملفة اليمنية سنتابع في الحلقات الكادمة أهم التطورات حول هذا الملف الصراعي الكبير في العالم وأثره المرتكب إجابا وسلبا على القوى الإقليمية التي تؤثر بصورة كبيرة على الملفنا اليمني أو على القوى العالمية بصورة كاملة لأن هناك ترتيب وهناك تشكيل وهناك رسم خرائط أكاليم جوة تحالفات جديدة في العالم أقوى مما يحدث بمستوىنا في رمضان سنسعى أن نتحدث عن مواضيع فكرية ومخططات سياسية تستهدف البعد العقائدي والديني والتراث والهوية الإيمانية والهوية للسياسية للشعب اليمني ولا سيمة بعد أن تم دس الكثير من اللوثات ولا سيمة الحركة والميليشية الإيرانية والجماعات الإخوانية والجماعات الإرهابية وكل منهم تاجر باسم الله سبحانه وتعالى أنتهت حلقتي إلى هذا اليوم الرحمة والخدود للزامير عبدالله صالح تحية الجمهوري الإيمانية وإلى حلقة قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر